السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الكرام كنتمنى من الله عز وجل تكونوا من أحسن الأحوال وانتم ما كنت تشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معايا في فيديو جديد قبل ما نبدأ الفيديو نتمنى تشجعوني باللايك واشترك في القناة باش يوصلكم دائما الجديد انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى إصابة نجم البرامج المقالب الفنان رامز جلال بفقدان البصر واعتزاله التمثيل وكشف الفنان ياسر جلال حقيقة إصابة شقيقه مؤكدا أن الأمر مجرد شائعات وصفها بالسخيفة ورفض التعليق عليها لأنها تعود بلا معنى بنسبة له ووضح ياسر جلال أن شقيقه رامز بخير ويعمل بشكل طبيعي ولا يلتفت إلى تلك الشائعات لذا لم يعلق عليها أعين الله أن يحفظ شقيقه من كل الشر وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد درجت منذ أيام بأنباء عن فقدان رامز جلال بصره في العين اليسرى واتجاهه إلى اعتزال التمثيل وقال البعض إلى أن الإصابة جاءت نتيجة دخول مدة حارقة في عينه واستمر في الصورة خلال التصوير إلى أن البعض اعتقد أن مقلب في العاملين قبل أن ينتبهوا لحقيقة الأمر وأكدت الفنان نها العنبار المسؤولة عن ملف الصحي في نقابة المهان التمثيل أنه لم يرد إليها أي شيء يتعلق بتعرض رامز لإصابة بالغة معتابرة أنه ما جرى تداوله مجرد شائعات وليس له أي أساس من الصحة يعني الخبر غي إشاعة رامز جلال واحد من أشهر مقدم برامج مقالب في الوطن العربي والذي اعتدى تقديمه خلال شهر رمضان منذ سنوات ماضية ويحقق من خلاله أعلى نسب مشاهدة على مضار شهر الكريم هنا سنكون وصلت لنهاية الفيديو ومع السلامة في فيديو مقبل إن شاء الله